موسيقى تطورت العمليات الارهابية في الشارع المصري خلال الايام الاخيرة وظهرت سلسلة من الاحداث خلال الاسبوع الماضي اعادت الى الاذهان مشاهد الدم والتفجير لدى المصريين واضافت اسماء جديدة لقوائم الشهداء والمصابين كانت البداية مع مشهد صادم مساء الاحد الماضي وهو اغتيال المقدم محمد مبروك من جهاز الامن الوطني امام منزله باثني عشر طلقة وهو احد الضباط الذي ساهم في القبض على كثير من قيادات جماعة الاخوان وهو من كتب محضر تحريات قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون بعد الثورة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وفي نفس الاسبوع وبينما يتابع المصريون فاعليات القوى السياسية والثورية لاحياء ذكرى محمد محمود الثانية وما شهدته من اشتباكات في ميدان التحرير استيقظ الشارع المصري صباح الاربعاء على تفجير ارهابي بشع استهدف حافلة نقل جنود بالشيخ زويت في سيناء اودت بحيات احد عشر شهيدا من الجنود واصابت نحو سبع وثلاثين اخرين وفي الوقت الذي اعلن فيه الجميع الحدادة حزنا على شهدائنا من الجنود واصل الارهاب الاسود فصوله الخميس الماضي حيث استشهد النقيب احمد سمير من قوة قطاع المحور للعمليات الخاصة اثناء ملاحقته لمجموعة من العناصر الارهابية التي شاركت في اغتيال المقدم محمد مبروك هذه الموجة الجديدة من العمليات الارهابية في الشارع طرحت عدة تساؤلات حول نتائج المهمة المستمرة التي تقوم بها الدولة والحكومة عن طريق الاجهزة الامنية في الحرب على الارهاب وتكفيف منابعه خاصة في سيناء لكن التساؤل الاهم هو كيف تحمل اجهزة الامنية نفسها من العمليات الارهابية وهل الجيش والشرطة في حاجة الى امكانيات جديدة ومختلفة واجراءات اكثر تطورا في تأمين افرادها حتى يستطيعون ملاحقة البؤر الارهابية وابطال مخططاتهم في الشارع وللأسف شديد خلال الفترة الاخيرة نجحت القوى الارهابية في رصد وتعقب وانتظار وتفجير واغتيال بعض من شهدانا المصريين سواء من الجيش او الشرطة وكما نجحت هذه العمليات الارهابية ظهر السؤال الابرز والاهم كيف من الممكن ان نواجه هذا الارهاب كيف من الممكن ان نتعامل وان نتعلم ايضا من الاخفاقات التي ادت الى هذا النجاح لهذه القوى الارهابية هل بعد التصريحات التي ادل بها السيد وزير الداخلية بالامس في المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه عن الوصول الى كثير من الجناة والمجموعات الارهابية وتحديد اسماء بعينها ربما كانت ايضا مشاركة ومنفذة لعملية اغتيال الوزير نفسه هل من الممكن ان يكون هناك مراجعة لعمليات التأمين تأمين البلاد وتأمين رجال الشرطة انفسهم وكيف من الممكن ان تكون خطط الجماعات الارهابية في الفترة القادمة اسئلة سنترحها على ديفاينة في الاستوديو بشرفنا سيدة اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني ومساعد وزير الخارجي الداخلية الاسبق مساء الخير فان شرفنا ايضا استاذ احمد بان الباحث في شؤون الحركات الاسلامية مساء الخير فان في البداية سيدة اللواء يعني كيف ترى هذه الهجمات الاخيرة وكيف لنا ان نتعلم من نجاح هذه العمليات في اغتيال بعض من اكثر رجال الشرطة خبرة شهيد محمد مبروك ومجموعة من خير شبابنا ابناء الجيش المصري اسمحيلي اولا يعني بنعزي مصر كلها ونعزي المصريين كلهم واسرهم وبعدين انا عايز اقول حضرتك على حاجة ما من واحد الا وبيطلق على هذه العاملات ان احنا في حالة حرب حرب مع مين مع الارهاب ومرارا وتكرارا قلنا ان انا بحارب مين بحارب ارهاب متنوع ارهاب من نوع جديد خالص مش الارهاب اللي شفناه في التسعينات امت ايقنا انه ارهاب وانها حرب وانه ارهاب متنوع وجديد ومختلف من اول مبادئ عملياتهم في سينة من اول من بعد ثلاثة سبعة لماذا لم تتخذ ما يكفي من اجراءات لتأمين المواقع وتأمين القوات والافراد لا 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 كان مؤمنة ما فيش موقع مش مؤمن وما فيش حد اللي مؤمن ولكن كانت معلش يعني والقوات المسلحة نفسها في سينة ما كانتش بتاخد دور الهجوم برضو برضو واخدى ضبط النفس ان كان في تأمين كافة من الممكن ان يكون هناك وصول واستهداف لموكب وزير الداخلية نفسه ترصد ترقب تتبع انتظاره حتى خروج موكبه والتفضيلة حدثة وزير الداخلية حدثة خايبة مش محتاجة لا هي مالها على فكرة مش مفزعة اوي كده لان هو كان بيجي مصطفى النحاس معلش يعني الشارع بيه طبيعته زحمة وبعدين الوزير كان برضو كان مقصر في حق نفسه انه معه عربتين اتنين والتالت عربية فرنة اي كلام ما فيش كمان حتى موشواخد الدور المظهر زي سابقين من وزراء الداخلية تقررت مرة اخرى في نفس الحي فندم ومع اغتيال شهيد مبرو انت مستعجلة في حاجة الحقيقة وقتنا محدد وقتنا عايزين نكتنز اكمل بس دي بالاول اكمل دي الاول فبقول انها حادثة يعني مش حادثة يعني حاجة ايه عربية فخاخة وراح دي لأ حادثة تشهيد مبروك اقوى من دي ليه لانها عربيات من غير لوحات وسلاح استخدام السلاح الوسيلة نفسها بتقول لي ان دي اصعب لكن التانية عربية مفخخة وانا لما شفت الصورة قلت لهم دي مش مكات محكتش محتاجة عربية ده فيه صندوق زبالة كبيرة جدا على شريط المترو حاوية كبيرة جدا ده انا كنت ممكن احط جنب منها وبالريموت افجار هاوقت العربية متعد جنب منه مش شغلانة يعني العملية الاولى عملية خيبة حسب وصفة حضرتك العملية التانية اغتيال الشهيد مبروك كانت اصعب كتير هل اننا يعني فشلنا في اختبار العملية الخيبة كانت من السهل وقوع في شراك عملية اصعب لا شوفي انا اقول لحضرتك هذه الجريمة بيساعدها حاجات كتير هضرتك عادة في مصر وشايف الشارع شكله ايه الشارع عشوائي عشوائي اشغالات واللي يمدي الدورة المشوي وبتوع الموز اللي وقفين والغرز اللي بيبيعه شايفه وسط الجناين دي عسمها عشوائية العشوائية بتساهل الجريمة العشوائية تساهل اختباء المجرم تساهل تنكره اللي رصفة النهاردة بقت مطاعم فول متنقلة استدينا ده ما شاء الله طرابزاته قاعد يلوك كله يبدو يشيل البصل مين دول فالنهاردة عشوائية الشارع تساهد ارتكاب الجريمة المكان اللي فيه الشهيد محمد مبروك انا بادعو كل واحد يروح يشوفه ده جزيرة جزيرة ده في واحد بيرب كلاب بيبيع كلاب في الجزيرة كيف كان من السهل رصد الشهيد مبروك التعرف على مهمته الملفات الخطيرة التي يتولاها رصد توقيت عودته وذهابه منه وإلى شوه اه اولا ناسي يقولوا طيب وازاي عرفوا بيته هو ضابط شرطة قبل نبقى في الامن الوطني انا انا في بيتي من وانا مقد في شاقتي دي وانا مقد لو انا رحت الامن الوطني ان احنا نتخذ بعض من الاجراءات لمزيد من الحيطة مزيد من الحضر كل الاجهزة تساعدني فيها بقى زي ما قلت وبقول زي ما قلت على حضرتك دلوقتي ان عشوائية الشوارع الشوارع عميبقى هو حضر التجوال الشرع ليه؟ ليه؟ عشان عذاب الناس ويبايتوا في بيوتهم من بدرق لأ دان عشان افضي الشارع عشان الامن يبقى شايف الساحة فاضية كده شارع فاضي انت خرجت ليه؟ يبقى سهل بيه النهاردة العشوائية الموجودة في الشوارع دي تساعد لفتكاب الجريمة بتبدأ الجريمة يا استاذ دينا بالرصد تحديد البيت خلاص انا عرفت بيته في الحبت رصد بينزل ايه؟ بيركب ايه؟ والعربية لونها ايه؟ بيطلع السعكام بينزل السعكام وثم التنفيذ العشوائية دي تساعد على الرصد وتساعد على التنفيذ تساهل وفي كل الاحوال هناك توجه نحو القيام باغتيالات والاغتيالات كان قد تحدث عنها محمد مرسي في بعض من اجزاء من حديثه الذي سرب ونشر على موقع الوطن الالكتروني وايضا نشر مكتوبا في الجريدة تراجع فيما بعد وقال لن يغتلوني الآن هل بالفعل هناك توجه نحو الالتزام لاغتيالات كطريقة لتصفية الحسابات مع الادارة الحالية في البلاد؟ هو بس خلينا نقول ان جماعة الاخوان في اعقاب خروجها السريع من الحكم بعد عام من الفشل السياسي والاخلاقي كانت قدام خيار من ثلاثة اما ان تدرك حقائق الواقع وتتعامل مع هذا الواقع الجديد وتدخل ضمن خارطة المستقبل وده كان الخيار الاكثر تعقلا ولم تسلك هذا الخيار كان الخيار التاني الحقيقي هو ما يسمى منازعة النظام الحالي في الشرعية الشرعية هي الكلمة او التعويزة السرية التي اتكررت في خطابات مرسي اكتر من مرة وظلت هي يعني الايقونة الاستبتة عند جماعة الاخوان الحديثة عن الشرعية وبالتالي كانت الجماعة حريصة على ان تحرك مظاهرات في الشارع بهذا العدد المحدود وهذا الاثر المحدود رهانا على فشل النظام السياسي الحالي في مواجهة احتياجات الناس وبالتالي قد تخرج مغضبة بفعل هذا الفشل لتلتحق بهذه الطلاقة الاخوانية في الشارع فيحدث مصار ثوري جديد على امل ان يعيد هذا المصار تعويم الجماعة كما حدث في المرة السابقة الخيار الثالث الحقيقة في حال فشل هذا الخيار وهو خيار منازعة النظام الحالي في الشرعية اللي هو اصطدم بضعف التأييد الشعبي للجماعة اصطدم بتصدع التحالف الاسلامي اللي اعتمدت عليه الجماعة ويمكن ده محدد من محددات المشهد المهمة ان جماعة الاخوان اعتمدت على ما يسمى بالتحالف الوطني من اجل الدفاع عن الشرعية اللي حشدت فيه مجموعة بالانصار والحلفاء على اساس المظلة العامة تبقى بتقول ان فيه كيانات سياسية كثيرة ضد ما حدث في 30 يونيو وتصوير الامر هو كأنه مواطنين مدنيين امام قوة عسكرية وهو بتأكيد ليس صحيح على الاطلاق ولكنه كان واجهة ايضا ليس لترويج هذه الكاذبة ولكن ايضا لترويج فكرة انها مظاهرات او فاعليات سلمية لا التنهج الى العنف على الاطلاق هل من الممكن ان نتحدث على هذه المجموعات الارهابية المتطرفة المتواجدة في سيناء التي قامت بتنفيذ عدد من العمليات الارهابية الناجحة للأسف الشديد وايضا في العاصمة من خلال محاولة اغتيال وزير الداخلية واغتيال الشهيد مبروك هل هم اضرع للجماعة ام مجرد مجاملات مجرد خوف على فكرة حلم الدولة الاسلامية هو ده اللي بيقوله السيناريو الثالث يعني السيناريو الثالث اللي الجماعة ممكن تسلكه في النهاية في حال فشل السيناريو الثاني اللي هو الرهان على ان هذه الجموع الثائرة تلتحم بالطلاق الاخوانية فتربك المشهد وتتصدره جماعة الاخوان من جديد برضو رهانا على ضغط غضب يما يشوف الحالة يعني اتغيرت في الشارع ده يودينا للسيناريو الثالث اللي هو سيناريو العنف هو لسه لم تنتهجه بعد؟ ها نعم لسه انا بفرق بين جماعة الاخوان والمجموعات التكفيرية التي التفت او اصطفت الى جانبها فيما بعد الخروج من الحكم بعد عام لان كل هذه المجموعات لو احنا لاحظنا اثناء وجود مرسي في الحكم كانت الساحة هادئة تماما سواء في سيناء او داخل مصر بدأت الامور في الاشتعال مع خروج الاخوان من الحكم ليه لان هذه المجموعات على ما كانت تملك من استدراكات على جماعة الاخوان وكانت بتعتبر ان يعني انا حلفة النظر لشريط اتزاع في اعقاب محاولة اغتيال اللي هو محمد ابراهيم اللي تكلم فيه ايمن الظاهري وتكلم فيه ضابط الجيش بدأت تظهر مفردات لأول مرة كنا يعني ما بنسمعهاش من اكتر من عشر سنين فكرة الطائفة الممتنعة فكرة الحكم على الجيش والشرطة بالردة والحديث عن الاسلام الديمقراطي المزيف في اشارة الى ان جماعة الاخوان سلكت الطريق الخاطئ بانها دخلت في مصار العمل السياسي والمحاولة الوصول للحكم من خلال النضال الدستوري والقام اذا حراك شايف انه هذه الجماعات الارهابية بتقوم بهذه العمليات دون تنصيق مع جماعة الاخوان المسلمين ودون اعاذ منها كانت شايفة ان جماعة الاخوان مرحلة ضمن الدولة الاسلامية المنشودة عنهم ولكن بما تفسر عدل وجود اي رد فعل من جانب جماعة الاخوان المسلمين او ما يعرف بتحالف دعم الشرعية بعد اغتيال الشهيد مبروك القيادي الاخواني السابق سيد مختار نوح اشار الى انه عدم وجود هذه الادانة من جانب الاخوان يعني اشتراكهم في هذه الجريمة ده صحيح احنا لو تبعنا كتاباتهم على الفيسبوك وعلى المواقع الخاصة بيهم انا اريد مقار رأيي بتكلم ان المؤيدين لخارطة المستخبل لا يتجاوزون 20% من المصريين ويضم بعض المجيبين المضللين لكن اغلبه اغلب يعني اللي هم مع خارطة المستخبل لديهم من عبيد البيادة والفلول والفاسدين والراقصين والراقصات والشواز والسفلة والتافهين الكلام ده على الموقع الرسمي للجماعة ده مقار رأي في اطار تعبئة الصف الاخواني لمرحلة العنف في تحولات بتجري على الشخصية الاخوانية في الفترات السابقة هذه الشخصية اللي كانت بعيدة عن فكرة التكفير وفكرة العنف تم دفعها دفعا الى مساحة التكفير الذي يبرر العنف بفعل هذه المظلومية المصنوعة اللي حاولت القيادة القضية ان تصنعها بدءا من وقعة الاتحادية وهما في الحب اما حركوا مجموعات منهم عشان يفضوا تظاهرات سلمية بالقوة في اعقاب الاعلان الدستوري في 21-11 ثم بعد خروجهم تصاعدت نبرة العنف اما بدأوا يتحرشوا باجهزة الشرطة واجهزة الجيش وهذا التكتيك لازال قائم حتى الان يعني في كل التظاهرات الموجودة في الشارع النهاردة اداء هذه المجموعات اللي في الشارع بيبقى كالتالي انه يخرجوا في عدد محدود وتطلع طلاقة منهم تحاول استفزاز زباط الشرطة والجيش بشتائم يعني بزيئة جدا بهدف ان تحدث مقتلة تبرر المتجرة بالدماء فيما بعد وهم افضل من تجروا بالدماء الحقيقة في التاريخ بالفعل هنرجع لهذه التغيرات على الشخصية الاخوانية ولكن سيادة اللوة في اطار هذه التغيرات وفي اطار هذا اللي يأسم من العودة للسلطة مرة اخرى سيد وزير الداخلية تحدث الامس في مؤتمر الصحفي على العثور على بعض من القوائم التي تضم اسماء شخصيات عامة سياسيين اعلاميين صحفيين وغيرهم على قائمة الاغتيالات هل تتوقع ان تبدأ هذه الموجة قريبا؟ تبدأ موجة ايه؟ الاغتيالات الموجهة للشخصيات العامة؟ لا نسا هتبدأ احنا نعمل زي اللي بيقوله مرسي سوف تبدأ الاغتيالات وهي كرة دا سكت ايه؟ مش كده اغتيال؟ كانت موجهة ل واللي كانت يندربوا في سينة لأسم الشرطة اتحدث عنها دي القائمة التي تحدث عنها تحديدا القائمة موجودة وموجودة معدة من قبل كده هما مش ليسه بيعدوا النهاردة او بيفصلوا على النهاردة من اول ما مشي مرسي وهم بيعدوا القائمة ولكن لم تسمح لهم الفرصة بس انا عاوز اقول حاجة الجماعة المتنوعة اللي احنا شايفينها الارهابية والتكفيرية والقعدة وحماس وانصر بيت المقدس وكل دول تحت عباية الاخوان والتمويل اصلا جاهلهم من الاخوان هما هما الكاربيراتير اللي بيحرك دول كله وبعدين في حاجة اسمها الاعداد مش انت عاديك هنا اعداد؟ مش هما اللي بيجيبونا بطوي اسمهم الاعداد بيعدوا البرنامج هما كانوا بيعدوا هما كانوا بيعدوا بين اول مرسي مركب هما بيعدوا الاخوان هو مرسي مش فتح الباب وعملها اوبن بوفين مفتوحة كده لكل العناصر دي هما دخلوا سين ازاي يعني العملية دي كلها من مبيتة اللي طلع الخمسة وعشرين واحد اللي طلعهم قرارات عفو مش دروا اخدين اعدام ووائل اخره وهما النهاردة متهمين طيب مش كده دي كلها اجراءات تمت خلال العام دي تمت تمهدية ومرسودة اه طبعا ومعلومة طبعا الآن سقط هذا النباح السؤال اللي حضرتك بتقوليه ما الذي علينا ان نفعله لوقف استمرار هذه الموجة من العمليات الارهابية وامكانيات تحولها الى اغتيالات محددة ما الذي يجب عنه ان نفعله مين امن بس ولا امن ودولة ايه الامن يعني هي وضارة الداخلية جزء من الحكومة المصرية مظبوط الامن مهم عليش الامن مشتغلش لوحده الامن له مساعدات لكن اما الامن ياجب النهاردة ملاب الحكومة ووقفله كده زي ما حصل عند رابعة رابعة اعدت المأمورية تحتها 3 مرات لا خلينا نتكلم في اللي جاية فاند بلاش نرجع الوان خلينا نتكلم في اللي جاية ايه اللي هيتعمل ايه اللي المفروض علينا نعمله حتى لو شايف انه الامن واحده على احسن ما يكون على احسن ما يكون انا عندي هنا هوة القيمة كلها تسعة والتلاتة وسبعين واحد يتحكي له لاي فانت تفضل حضرتك لا والله مش مصدقاني بينا عليك كده والله 73 واحد ضبطوا قيادات أدنمر واحد مخازن رهيبة لو عندك وقت أقرها لكم بالتفصيل معايا البيانة بتاع وزير الدخلية بالتفصيل كل المخازن بالمعدات بالخرايط حاجات تشيب بمصانع التفجير اللي تلاقت في العبور اللي حاجات اللي تلاقت في شقة فقها كل ده الأمن قايم بدوره ولكن يجب مساعدات عارفها قانون التظاهر اللي خاد ولادة عاصرة ده بيساعد الأمن ما هو طلع النهاردة طب كنا فيم من قبل كده الجامعات واللي حصل في الجامعات ما هو ده بيشغل الأمن احنا فيم النهاردة يطلعوا لاتحاد الطالبة النهاردة قالك ما فيش وما فيش وما فيش لغى اتحاد الطالبة طبعا الجامعة لغة اتحاد الطالبة قرارات حل اتحاد الطلاب جامعة الأزهر لأن بيسيطر عليه الإخوان وبيانال تمويل من الخارج واحالتهم إلى مجال استقديم كل ده متأخر احنا مش لسه جامعة هايسة النهاردة الجامعات التحارقة يا استاذة دينا كل حاجة متأخرة قانون التظاهر ليه بقى الناشطين ربنا بارك لهم اه ولأ وحقوق والدستور وكان يوماني ليه كده لازم قرارات حاسبة الحقوق والدستور كان يوماني يا ساكت اللوح نعم الحقوق والدستور بقى كان يوماني وهو حق التظاهر يخالف الدستور أفندم قانون التظاهر يخالف الدستور لا لا يخالف الدستور لكن طبيعي جدا أنه ياخد وقته من البناشة لا ما ياخدش وقته من البناشة لا ياخد وقته من البناشة ويتم اقراره بعد يعني ايه ياخد وقته من البناشة كم شهر دلوقتي احنا من امتى احنا من امتى في تظاهرات بين 3 يوليو 6 شهر تظاهرات هل تتوقع انه قانون التظاهر الجديد سيحد من حل لو فوعل لو فوعل صح وانا اقول للأمن قانون طلع اخيرا اخيرا للحكومة صحيت يا امن وطلعت قانون التظاهر فعلوه وبالجازمة بالجازمة انا بقولها وعالهوى قانون لا لا مش اه خلينا نبعد عن حديث الجزم لا لا هذا يأتي القانون بالقانون مش بالنساءات ولا بالبذاءات ولا بحديث الجزم كفانة حديث جزم سيابة اللوة وكفانة دالع يعني كنت تتكلم على التغييرات اللي حصلت على الشخصية الاخوانية وشايف انه بيتم تعامل مع وضع يائس لعودتهم للسلطة مرة اخرى هل من الممكن ان يدخلوا في اطار هذه العمليات الموجهة لامن الدولة وامن المواطنين وبس قبل احنا الدولة المصرية اعتادت ان تواجه هذه الظاهرة طوال العقود بسيفي الامن والاعلام الاعلام يشيطن والامن يضرب كالعادة هذا السلوك طوال كل هذه الوقود لم يفلح في حصار الظاهرة او القضاء عليها وبالتالي اذا كنا يعني جدين في الانتقال للمستقبل فلا يجب ان نساوم على فكرة دولة القانون دولة القانون تعني ان القانون يطبق على الجميع سيادة اللي هو اتكلم عن العشوائية الموجودة في الشوارع انا عايز ازيده من الشهر بيت واقول ان فضلا عن العشوائية هناك تجارة سلاح في الشوارع هناك بلطجة في الشوارع حالة الامفلات الواسعة ديت ربما تجد او تجار السلاح او غيرهم من ارباب الجرائم في درجة من درجات التعاطف بينهم وبين المجموعات التكفرية بيعتبروهم دول المشايخ بتوع ربنا اللي هما ودي حتى عقدة احيانا بتبقى نفسية فدعمهم بيبقى امر طبيعي دي مساحة محدش بيتكلم فيها امنيا خالص ولا بيتعرض لها فكرة انت ازاي تعملت مع ظاهرة البلطجة لانك في اداء وزارة الدخلية في فترات ما قبل 25 يناير كانت البلطجة احد ادوات بعض المجموعات المفسدة داخل جهاز الشرطة والجهاز مش واحد لكن كان معروف ان كان في مجموعات من البلطجية بيتم توظفها سواء في الانتخابات او في اي مشهد من المشاهد اذا كنت جد في مسألة ان الامن يستتب في مصر فيجب ان الهمة اللي بيتعامل بها جهاز الامن مع الحركات التكفيرية او حركات التظاهر في الشارع او غيرها تكون بتتجه ايضا الى هذه المجموعات البلطجية اذا احنا جدين في فكرة التعامل مع ظاهرة فيجب الا ناخدع نفسنا بشيطانة الحالة على بعضها ونقول الامن سيضرب بيد من حديد او بالجزمة لان في النهاية هذا السلوك وهذه الطرق لن تجدي نفعا في النهاية الناس قبل 25 يناير غير بعد 25 يناير مصر دخيرت طبعا في الرؤية الامنية بعد كل السورات بيبقى فيه حاجة اسمها هيكلة جهاز الشرطة وهذا ما نتمنى ان يكون هناك قعدة هيكلة ان يكون هناك تقوية لامننا وشرطتنا للحفاظ على حياة المواصلين والحفاظ ايضا على حياة رجال الامن في النهاية بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد بان البحث في شؤون حركات الاسلامية بشكرك سيادة اللواء مجدي البسيون الخبير الامني ومساعد وزير الداخلية اللي اصبك شكرا جزيلا سيادة اللواء بعد الفاصل هنتعرف على تجربة رائعة لشباب مصريين زي الفل متعلمين وحصلوا على الجائزة الاولى في واحدة من اهم مسابقات العلوم في العالم بعد الفاصل موسيقى